هذا وقد شارك وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس هيئة البحرين للسياحة والمعارض في حفل افتتاح المكتب الاقليمي لمنظمة السياحة العالمية بالعاصمة السعودية الرياضة والذي يقيم برعاية الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية ومعالي وزير السياحة بالمملكة العربية السعودية السيد أحمد الخطيب بحضور عدد من وزراء السياحة بمنطقة الشرق الأوسط هذا ويأتي افتتاح المكتب الاقليمي الذي يعد أول مكتب خارج مدريد المقر الرئيسي للمنظمة بالتزامن مع قمة تعافي القطاع السياحي المنعاقدة بالرياضة ويهدف عمل المكتب على تنسيق السياسات والمبادرات لاثني عشر دولة في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز المنتجات السياحية والتنموية بل التنمية المستدامة وتبادل المعلومات بالإضافة إلى دوره في تحفيز الاستثمار السياحية كما تم الإعلان عن إنشاء أول أكاديمية سياحية في الرياض التي تختص بشؤون الشرق الأوسط